فأرحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العم وما زلنا بنضع حضراتكم أحدث وقاعة مع ركت أعض puzz ehkä 84 وعلي تحلقتنا حل الله يتأذى حققاً بأذية رسوله شفنا في الحلقة اللي فاكت ان الشيخ مطفى العدوي ما قالش اي حديث تتكلم صراح عن أذية قام الإيمان فقالها جيب دليل يتكلم عن المسيحيين والنقص عليه من قال زمان فقد زيني يعني اللي يأذي مسيحي كأنه بيأذي الرسول واللي بيأذي الرسول كأنه بيأذي الله والدكتور عبد المنعم قال إن الأزائف حق الله حقق دي لأننا كأهل السنة ما ينفعش نأول فأي حاجة الله أثبتها النفسه إحنا بنثبتها لي وأي حاجة أثبتها الرسول لله إحنا بنثبتها برضو لله من غير تشبيه أو تكييف وبدون تعطيل أو تحريف وبعدها بقدرة قادر غير كلامه وقال البشر عملوا الأزائف وانتهى دورهم هنا يبقى الأذى حقيقة في حق الله يعني ليه أثر حقيقة وبعدها يقول لا البشر مش هيبلغوا المبلغ ده وقام بتأويد الأثر للأذى اللي في النهاية تأويد للأذى وانتابع الدكتور عبد المنعم هيبقى إذن الأذى للرسول هو أذى لله سبحانه وتعالى طيب برضا ليه أطلق الأذى مع إن الله عز وجل لن يبلغ البشر مبلغ هذا المبلغ أبدا أي وهو ده السؤال المهم ليه أطلق الأذى مع إن الله عز وجل لم يبلغ البشر هذا المبلغ أبدا ليه الله أثبت لنافسه الأذى طبعا أكيد الأذى هيكون حقيقي أبعد ولأنه مجازي وتأول أو تفوض وكده تخرج عن مذهب أهل الثنة ونشوف مع بعض هيقول إيه في الفيديو إنما الجواب أهل اللغة قالوا إنما سمي بذلك على سبيل الإيه؟ المشاكلة المشاكلة شفت الدكتور عبد المنعم بيقول إن كلمة الأذى في الآية جاءت على سبيل المشاكلة يعني لأن الآية فيها أذية الرسول عاوز يجيب آية تشبه كلمة أذية فما ليش غير كلمة أذية الله يعني الأذية هنا لها معنى تاني غير الأذية اللي في نفس الآية يعني الله ما كانش يقدر إنه على الأقل يجيب كلمة تانية أو مش لازم يقول يأذونه الله يعني يقول يأذونه رسوله قلاص يعني الله بيقول أي كلامه السلام بس عشان المشاكلة علشان الله عاوز يقول يقول اللي بيأذي الرسول ده بيأذيني فجاب كلمة الأذى ليه ولل رسوله لكن أوعد فكر إن الأذى بحق الله حقه شايفين إنه فجأة أيوة أنا بتكلم بجد الدكتور عبد المنعم غير كلامه اللي قاله في الأول الشيوخ عندهم ناس فمانسوط شوفوا معي متأكد إنه غير كلامه شوفوا معي الفيديو جديد لكن الأذى في حق الله نعم حقيقي يعني مش هينفع نأول أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف وتنزيها بلا تعطيل ولا تحريف الأذى ده حقيقي إحنا أهل السنة مش بنأول بالنسبة لله اللي أثبتوا لكم أثباتا بلا تشبيه ولا تكييف وتنزيها بلا تعطيل وتحريف ولتحريف بس ده كله مشكلة يعني إيه مشكلة دكتور عبد المنعم أحنا شوفه المفاقرة شوفه معي الفيديو إن ده لكن حقيقة ده غير حقيقة أو ده في حق الله غير الأزى في حق إيه البشر لكن هي في الشكل بس في الشكل في الصورة الكلمتين زي بعض لكن هي في حق الله حاجة وفي حق إيه زي بالظبط هو الشيخ بيقول إيه ده بيقول إن كلمة أزى جات مرتين وكلمة أزى شكلها واحد بجد المعلومة جديدة أول مرة أرى طبعاً كلمة أزى هنا تشبه كلمة أزى حليك عشان كلا شكلها واحدة لكن المشكلة إن كلمة أزى اللي شكلها يشبه كلمة أزى الثانية لها معنى يختلف عن كلمة أزى الأولى اللي شكلها يشبه كلمة أزى الثانية طب يختلف إزاي يعني لما تكون كلمة أزى الأولى معناها حقيقي إذن عشان كلمة أزى الثانية تختلف عن كلمة أزى الأولى لازم معناها ما يبقاش حقيقي يبقى الكلام اللي شوف ده قبل شوية شوفه معايا بيقول إيه لكن الأذى في حق الله نعم حقيقي يعني مش هينفعني أول أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله إثباتاً بلا تشبيه ولا تكيف وتنزيهاً بلا تعطيل ولا تحريف معناه إيه الكلام ده يا شيخ عبد المنعم هل الأذى في حق الله حقيقه ولا مش حقيقه هل الأذى إذا كان في حق الله حقيقه هيقول لي أثر ما تقولوش درق وتسكتو طالما هناك أذى حقيقه يبقى لازم يفي أصح طبعاً الشفاء الوحاب بن وصامين عنده فبرة طويلة جداً في أعطاء الدروس وأكيد كان مضعقة أن أي حد هيقول الإشكالات اللي بنقولها على حضراتكم في الحلقة دي وهنشوف مع حضراتكم هو جهز الرد وردود وردود مقدمة يعني وألف يالي وعند هذه النقطة نسأل هل الله يتأذى في معصيات الإنسان إن قلنا نعم صار إشكال وكيف يصح أن نقول نعم والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغ ضري فتضروني ويقول عز وجل إنهم لن يضروا لها شيئة وما أشبه ذلك من النصوص القطعية الدالة على أنه لا يتضرر وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الوهابي ابن وصايمين وهو بيسأل هل الله يتأذى بعصية الإنسان يعني لو إنهان عصوه طبعا علشان يجيب على السؤال ده شوفوا معي ماذا كمية بتتسهول لك بتقره بكلامه الوهابي ابن وصايمين اللي بيجيوب على نفس السؤال ويقول لأ قلنا نعم يعني لأ قلنا إن الله يتأذى بعصية الإنسان وإحنا كده وقعنا في إشكال إننا ما نقدرش نقول إن الله يتأذى وخصا ننالبنا في سؤال في الحديث الخدس يا عبادي إنكم لا تبقوا ضري وتضروني وأنا بسأل سؤال إذا الله مش بيتأذى معصية الإنسان ما بتأذى بإيه بتعطي الإنسان مثلا حاجة غريبة فعلا ثم ليه الوهابية عاوزين يصوروا إن الأذى والضرر شيء واحد أو إن الضرر ينتج عن الأذى ما حدش بيقول كده طبعا إذا كان الوهابية بصدق المضرر إن الله بسأل يقع عن فوق العرش أو تنكسر الدراعة أو حاجة زي كده لا طبعا الكلام ده محدش بيقولوا يا وهابية بلاش تدليس وبلاش تلبيس وأكاذيب إحنا بنقول إن الأذى ليه تأثير على الله عشان كده الله في نفس الآية بيقول إيه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وقعدة له عذب المهينة شوفوا معي هل اتكرارت كلمة أذية الذين يؤذون الله ورسوله إذن في أذى يقع على الله وبسبب هذا الأذى الله بيلعن ويعذب اللي تسبب في الأذى ده لمين؟ لله ورسوله ويقول كلمة الأذى اللي اتكرارت مرتين ومش للمشاكلة زي ما اسمعنا أكاذيبوا تدليس للدكتور عبد المنان ولكن اتكرارت للتأكيد كلمة يؤذونة جاءت مرة واحدة بس يا دكتور عبد المنان لكن الدكتور عبد المنان ما عملهم كلمتين لأن المشاكلة تدل على تقرار اللفظ مرتين طبعا هو تدل ودلس لكن أنا برضو يعني برد عليه بنفس اسمه يعني من الآخر ماكيش مشاكلة دايما دلس الدكتور عبد المنان عشان كده الشخص الشعراوي زي ما أنا حضرتكم قل بالكم المليان الإذاء معناه إلام اللي تقع عليه الأزياء وشوفه معين في جميع فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة وقلنا إن الإذاء في عرفنا إلام المؤذي للمؤذة وهذا أمر لا يتناسب مع الحق سبحانه فما معناها بالنسبة له معناها أن يغضبه بأن يخرج عن منهجه الذي وضعه له وطبعا الشعراوي أنكر حقوق الأزف حق الله ورفل المعنى المجيزي إنسان دغري محترم وريحنا وجابها من الآخر وعشان نشوف الوهاب من هزا يمين وهو بحاول يخرج من الورطة دي إزا يشوفه معين كتوريك وجواب أن الأدى غير الضرر قد يحصل الأدى بدون ضرر أرأيت لو جلس إلى جنبك رجل رائحته كريهة تتأدى أو لا تتأدى هل تتضرر لا فلا يلزم من الأدية الضرر قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنة والآخرة فأثبت الأدية لكن الضرر شيء والأدية شيء آخر وطبعا الوحابي ابن وسامين بيجاوب على السؤال إلا قلوب نفس ويقول يا جدعان الأذى ده غير الضرر صراحة يعني معلومة أول مرة عرفة يعني إيه العبقرات يا وحابي وإيه العلم الراسخ ده اسمعه بيقول إيه كمان ممكن الواحد تقع على الأذية بس إيه بدون ضرر إيه العلم ده اللي مفيش زيه يعني بجد الوحابي بناصر يمين بصراحة جابت تايحة وعشان يأكد كلامه أهل ما فيش أحسن من الريحة الكريهة علشان عوامل وحابي يفهموني الريحة المعرفة لها أسرق تعليمي برضو ويقول ويقول إيه رأيك لو قاعد جنبك راجل رحته كريهة تتأذى أم لا تتأذى هل تتدرر لا لو واحد رحته وحشة قاعد جنبك يعني أنت هتقعد تستنى وتقعد جنبك وعشان تقول شوفوني أنا قاعد جنب واحد رحته وعفنه لكن أنا أتأذى بس ما فيش ضرر يقع علي إيه المسأل ده إيه هم يعني الوهابية كده الرواقح الكريهة تسبب ليهم أزى بسيط أزى محتمل بس مش ضرر عشان كده احنا بنوض جنب الريحة المعرفة بس ما ده مسأل حدي يقع عشان يزبط لله إنه لا تضرر ودلوقتي أنا هعمل لكم ملاقص للحلقة النعرض شوفنا في حلقة النعرضة محاولة من الدكتور عبد المنعم بيقول إن كلمة أزى في الآية جاءت على سبيل المشكلة يعني كلمة يؤذي الرسول معناها تحقيق لكن يؤذي الله معناها تحقيق لأن الآية فيها كلمة أزاية الرسول عاوز يجيب كلمة تشبه كلمة أزاية فما رقيش غير كلمة أزاية فالله طبعا الكلام ده غير من تحقيق والآية أصلا لم تقررتش فيها الكلمة مرتين والشيخ الشعراوي طلع منها زي الشعرة من العاجين لأنه أشعري إن الإزاء فورفنا فورفنا إلام المؤذية للمؤذاء وهذا أمر لا يتناسب أو لا يتناسب مع الله ومعنى الإزاء أن يغذبه بأن يخرج عن الحاجة التي وضعه لها الشيخ ابن وثامين قال هل الله يتأذب مصيب الإنسان إن قلنا نعمل بصور إشكال يعني هو عارف إن في إشكال قال طبما استشهد بحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا دري فتضروني وكمال يقول عز وجل إنهم لم يضروا له شيئا الأزية مسبتة أما الضرر لا ويطلع من الإشكال ده وعطانا مثلا لو حد يعني لو قعد ينبك راجل رحته كريهة تتأذى أو لا تتأذى هل تتضرر لا فلا يلزم من الأزية كده الضرر ومع كده أنا مش أحرمكم من حاجة هزبت لكم إن إلهي الوحبية بنا أجيبه الريحة الكريهة في الحلقة الجاية والتقلي بيكون في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أنت ما نقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المسا اشتركوا في القناة